موسيقى مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام بتأكيد أمسية صحية جديدة طل مخلالها عليكم في كل اثنين وفي جعبتنا اليوم الكثير من المعلومات الطبية اللي ممكن نحتاجها في يومنا وأيضا في حياتنا في حلقتنا اليوم بنركز على موضوع مهم ألا وهو الحياة الصحية وكيفية الوصول إليها بالإضافة إلى فقرتنا المتنوعة أيضا الخاصة بالغذاء الصحي والإسعافات الأولية لذلك حلقة غنية بكل ما هو مفيد اليوم فابقوا معنا مشاهدين الكرام مع تغير نمط الحياة وتسارع أثيرتها وكثرت الأمراض وانتشارها أصبح الحصول على حياة صحية مطلب الجميع ومن خلال الانتظام بنظام صحي وممارسة الرياضة لتجنب الأمراض اليوم بنركز حديثنا على هذا الجانب وبيكون أيضا معنا في هذه الفقرة الدكتورة هدى مأمون شقفي طبيب عام طبعا المسيج بالخير وحياة شغل معنا دكتورة مرحبا فيك أخي عماريا طبعا دائما ما نسمع دكتورة في بداية حديثنا عن الحياة الصحية عن الوجبات الغذائية عن النظام أيضا الغذائي وجدولة هذه الأمور ولكن في فترة معينة نجهل ما معنى الحياة الصحية الحياة الصحية تختلف من فرد لفرد على حسب عمره خلينا نقول أن وجود الفرد بحالة بدنية وذهنية ونفسية قابلة أنه تعطيه الطاقة اللي يشتغلها على حسب فئته العمرية بمعنى أنه الطفل لازم تكون صحته كافية لأنه ما تمنعه من اللعب من التطور بشكل ذهني جيد من تطور النمو من اللعب من المشاركة مع اللي حوالي من التعلم بفترة التعليم جميل طيب أنا حبيت أمانة بداية تجبل حديث عن الصغار والنشأ الأطفال بالتأكيد لخلق هذا النمط الصحي في حياة كل فرد يجب أن نبدأ مع الصغار فبالتالي الصغار على ما أعتقد يتعلمون يجب أن يكون بالقدوة وليست بالأمر بأنك لازم تمارس لازم تلعب لازم تتحرك وأنا أشوف أن أكثر أولياء الأمور ما شاء الله عليهم يتوفون أو يأمرون عيانهم بأنهم يكونون مثاليين مثاليين فعلا وأنهم حتى ما يكترون من حركتهم في بعض الأحيان فبالتالي كيف ممكن نحن نرسخ هذا شيء في أطفالنا الطفل بيتعلم من البيئة اللي محيطة فيه يعني من الأم الأب المدرسة الأصدقاء اللي حوالي كتير صعب تحط للطفل مثلا نظام غذائي معين وممنوع السكريات ممنوع المعلبات ممنوع الأكل الغير صحي ونحن عمنا ناكله قدامه فعلا نهائيا ما هذا الشيء غير منطقي لأنه الطفل يتعلم من المجتمع اللي حوالي وأهم صفة عند الطفل المشاركة إذا ما شاركته نفس حياته ما حيتعلمها صحي إذا ما شاف الأهل عبيلعبوا رياضة وطلع معاهم مرة مشي مثلا أو حطينا بالركن تبع رياضة وعمل نلعب قدامه مستحيل يفكر يلعب هو يعني هو عبيل ينط ما فارق معه بس لما يكبر نحن تنظم هاي الموضوع صحي طيب يعني الأطفال بشكل عام دكتور نتكلم بشكل واقع أكثر يعني الأطفال ما يستغنون عن الحلويات لا يستغنون عن الوجبات السريعة لا يستغنون عن أشياء كثيرة يمكن هي تكون ضارة في حياتهم ويا هالمركب يا ما أركب يعني يا تتيب لهذا الأكل يا ما باكل فبالتالي كيف ممكن نحن نعدل هذا الحقيقة نحن مدلعين أطفالنا زيادة عن اللزوم بمعنى أنه الدلال للطفل مو معناة أنك تعطي كل اللي بده إياه عندي عائلتين الحقيقة من العائلات الحقيقة ومثالية وحدة منهم قالتلي أنا ما هأعطي طفلي أي شيء داخله مادة السكر أبل عمر خمس سنوات ممتاز وفعلا مصمم أنه ما أعططه أي شيء طب ما هي مقابل هذا ما أدخل تشوكولات البيت صحي ما أدخل المصاص البيت لما تشوف الأولاد أوكي بيشوف الأولاد عبي يأكلوا مثلا تفاحة بيشوفه عبي يأكل مصاص بتعطي تفاحته بتشوفه عبي يأكل شوكولات بتعطي فواكه مجففة بتشوفه عبي يأكلوا تشيز بتعطي كورنفليكس وحقيقة ماشي الولد هالأمره ما شاء الله أربع سنين وشوي وماشي على النظام ما دوقته السكر لحد هالأ طب ليش هي نجحته نحن لا نحن ندلعهم أزيد من ما يمكن بعدين نحن بدنا نسكتهم وبس يعني بيجي الطفل يقول لك ما حايت عشة غير من المكان الفلاني كوشبة سريعة طيب نام بلا عشة شو بصر لك صحيح طيب يعني البداء اللي هناك دائما موجودة بدل الحلويات بدل الأمور الضارة من المواد الغذائية يجب أن نعوضهم بأشياء هي تفيدهم في حياتهم وأيضا على أجسامهم فبتأكيد خلق هذا الشي المثالي في أطفالنا يجب أيضا أن نكون نحن مثاليين في منازلنا في الخارج في العمل في حياتنا بشكل عام ولكن دائما الممارسة الرياضة هي تكون من الكوابيس لذا أي شخص يطلب الحياة الصحية فيقول لك أنا ممكن أستمر يوم ممكن أستمر يومين ممكن أستمر أسبوع وشهر ولكن بعد ذلك ينتهي هذا الحماس ينتهي هذا تنتهي هذه الطاقة والإرادة بأنني أنا أبغي أكون بجسم صحي وسليم فبالتالي أجلس في البيت ويمكن أستمر أيضا لفترة بسيطة على الوجبات الصحية فكيف ممكن نحن نجعل من ممارسة الرياضة هي أسلوب حياة وليس فقط مؤقت سبحانه نحن عندنا بالدولة باعتبار أن الجو يتحكم فينا أكثر عما نستطيع أن نلتزم بالرياضة بشكل دائم خلينا نقول كهي أسلوب حياتنا بمعنى مثل البلاد الثاني روح على شغلي يمشي مثلا أو على السوبر ماركت اللي جنبي يمشي أو هيك لأنه هاي نخلي الواحد يستمر بدون ما نحاسس نحن نطر أن نعمل ساعة معينة من الساعة كذا للساعة كذا سأعمل الرياضة سواء كانت بالبيت أو يريد أن يذهب على نادي أو هيك فهذا يجعل الإنسان فعلا يتكاسل أو يتماهل بمعنى ثاني الرياضة كثير حلوة أن تكون مع مجموعة لمعنى إذا اتفأت أنا وأفراد المنزل كلي أعتقد أنه من الساعة كذا للساعة كذا سنعمل الرياضة إذا كان الموضوع بيسمح بالبيت سنعملها بالبيت ما بيسمح سنطلع مكان على البحر سواء أو كذا هذا بيخليه ليس مسئلة أنه مثل واجب المدرسة أريد أن أعمل الرياضة لا سيخليها رحلة فنية رحلة عائلية أو أنا وجاري أنا وصديقتي أنا وأي حدا يعني لما يكون مثل مجموعة تصير بتساعد الواحد لأنه ينظم حياته كرمال هالهدف هذا بالإضافة لأن الإنسان بدي يحط فعلا هدف وثقافة عامة بالبيت يا سلام ما قدرت أعملها اليوم مثل فرض الصلاة ما قدرت أعمله هلأ أعمله بكرة ما قدرت أعمله بكرة بعمله بعده الإنسان سبحان الله بيأتي ظروف متغيرة ولكن لما يصمم على شي مثل ما عم يصمم على الدوام يعني يا الله أيام بيضطر الواحد بيغيب صحيح ولا لازم يعملها هيك وإلا فعلا بيلتزم ليوم يومين وراحت لشهرين بعد أيام صحيح طيب ولكن يعني الأوقات كلها هي مناسبة لرياضة ولكن الأنسب هو الصباح الباكر من بعد أنه صلاة الفجر بعد صلاة الفجر جميل طيب يعني خلينا نتكلم أيضا عن بعض الممارسات الصحية اللي مكسب عناها بشكل كبير في الفترة الأخيرة ما بين بعض الأشخاص يعني هناك بعض الأشخاص ينصحون بالماء الدافئ من بعد ما يصح من النوم مباشرة على أيضا على الريق بدون أي شيء وبدون أي مواد بدون أي سكريات أو أملاح فيقول لك هذا شيء يمكن يفيد عفونا للجسم ويطرد السموم فهل هذا ممكن شيء أيضا نعتمد عليه ويكون صحيح هذا الكلام فعلا صحيح لأنه مثل ما قلت لك قبل شوي أنه الإنسان خلينا نقول فعلا أجهزة الجسم الحيوية اللي هي الجهاز الهضمي الكبيد الكيلات الدماغ كيلاتها بدخل بمرحلة نوم من الساعة فعلا أثبت على أنه من الساعة 8 المساء إلى ما قبل صلاة الصبح بسويعات يعني فهل مرحلة هاي أي شيء عبي يأخذه الجسم الإنسان كأكل أو شرب عبي يتخزن أو عبي ينحط على الستاند باي ماني ماني ما أصرف فيه حاليا أنا حاليا بإجازة جميل الجهاز الهضمي والكبد والكيلة والدماغ عبي يعمل إعادة تنظيم برمجة مثل بتعمل ريستارت للكمبيوتر بيعمل حالة نوم مؤقت وبيرجع بيغسل كل الأوساخ اللي فيه بيطرحها مرة تانية بالدم هي بتكون مع صلاة الفجر جميل مشانك بتلاقي الإنسان حتى هو نايم مع أنه الجو بارد بتلاقي عبي يعرق نفسه بيتسرع شوية فترات بيرجع بيبطئ دقات القلب بتخف بعدين قبل الاستيقاظ هذا كلته سبحان الله النظام اللي اللي عم يمشي الله بالجسم بالليل مشان يطرد للجسم والسأموم اللي نخزنته قبل بيوم جميل فلما فيه إنسان الصبح أول ما بيشرب الماء تحديدا لأنه خلقنا من الماء كل شيء حي صحيح لما بياخده الإنسان هذا أنظف شي ممكن ياخده على الرئ فبيجهز وليس يكون دافي حتى يقارن حرارة الجسم حرارة ندافية بالذات لما في الصبح صحيح فلما بياخده هاي الماء الدافي بيعمل استعداد لكل الجهاز الهضمي إنه إصحى أنا جيت وهي الماء اللي نضيف نفسه بيعمل مثل حالة توعية للكبد والكلاوي فالسموم اللي كانت عم تنطرح تنغسل مرة تانية وبتطلق الله يكرمك مع البول ولا مع البراز ولا مع العرق فكاست الماء فعلا يصبح على الريق وتكون دافية كثير مهمة ممتاز طيب دكتورة بما نتشتي ذكرتي مسألة التعرق يعني في بعض الأشخاص اللي مارسون الرياضة ما بين فترة واخرى وليطلبون أيضا جسم صحي وسليم ومثالي بفترة قصيرة جدا يرتدون ملابس اللي هي العازلة العازلة عن الهواء العازلة عن البرودة واللي تسبب حرارة داخل الجسم فبالتالي البعض يقول أن هذه الثياب هي ممتازة وممكن أن يرتديها الرياضيين والبعض الآخر حذر منها لتكون الرطوبة داخل الجسم نتيجة هذه الثياب فما هو الجانب الصحيح ما منها أذى قوي إذا كان الإنسان عرفان كيف يستعملها هي فعلا أذىها الوحيد أن الرطوبة التي تخزن مع جسم الإنسان بينه وبين الحائز غالبا بدأ يستعملها لا يوجد منها مشكلة بالرغم أن التعرق ما هو هذا الشيء الذي مهم بمعنى أن أنا أعمل رياضة كلما زادت دقات القلب مع رياضة لحد معين بعد هذا لحد معين يبدأ مرحلة التعرق بمعنى بدلنا بمرحلة هي الأنتي توكسينز بدأ نسحب السيئ من الجسم الملابس تحفظ هذا الموضوع بمعنى أن إذا بدأ تحصل يبدأ تحصل 30% إلى 40% ما عندنا مشكلة إذا أحد استعملها ولكن من الكثير مهم العناية بنظافتها ونظافة الجسم معها يعني ما بدأ ألبسها قبل الرياضة إلا ما أتأكد أنه جسمي نضيف وما بدأ أني خلص رياضة وما أتأكد من نظافتها وأني أرجع أغسل جسمي لأنه لبسها وهي لسه فيها شيء من العراق سيعمل فطريات والجسم إذا ما نضيف بعدها أو قبلها كمان بيعمل فطريات ممتاز طيب يتمنى أن يكون بحياة صحية ووجبات أيضا صحية ولكن في البيت في العزايم في كل مكان في العمل دائما الطعام يكون غير صحي للأسف مثل الأرز واللحوم والغيرة من الأمور اللي ممكن سننشوفها موجودة على الولاء فبالتالي حتى لو كان عند الإرادة بأن يكون رجل أو سيدة عندها جسد صحي بوجبات صحية ولكن المحيط لا يساعد على ذلك يعني لو استمر مهما استمر آخر شيء رح يستسلم إلى الأمر الواقع الحقيقة المهم بالأكل الصحي التنوع بمعنى أنه أكل العزايم هو بحد ذاته مو صحي بس كمرة بدي أعزم باليوم أنا ولكن نفس الشي مثل ما قالت الرز الرز ما هو عناصر سيئة نحن جسمنا يحتاج الرز ولكن ما بيحتاج رز صحيح أنا بقدر حدد الكمية فرضا نعارف حالي معزومة هالأسبوع مرتين فرضا بقدر باقي أثناء الأسبوع أني ما أكل رز لأنه أكيد بالعزيمة فيه الأهم من أني أحرم حالي أني نوع اللي لازم استعمله لأنه مجرد بدأت مرحلة الحرمان سأكسرها فورا أما أنما أعمل نظام حيابي بمعنى أنه أنا يوميا أطبخ رز بالبيت ما عندي مشكلة بس الرز ما ضروري كل مرة ستطل دهن صحيح إذا الله خلق كل شي لحتى ناخد كل شي صحيح ومنع اليهود من أشياء معينة عقابا لإلهم صحيح وبالتالي كل شي الله خلقه مفيد لإلنا المهم تعرف شو اللي لازم و شو اللي ملازم صحيح نحن أغالبا نعم نعتمد الحقيقة بأكلنا على الكاربوهايدريت السكريات وأكثرها الحلويات حتى ياريت من السكريات اللي هي المعقدة يخلينا سميها قلة التنظيم بيناتها هي اللي عبت خلينا نفوت أكتر بالأخبطة لأن الجسم بس نعودته على الخطأ صعب يصحى أنه هذا خطأ مشان هيك بتلاقي أول فتت الرجيم أول يومين ثلاثة جدا متعبة مجرد أطعت الأسبوع جسمك ما بيطلب الأكل السيء بصير فعلا بينفيل من حياته ولكن كسر على كسر على كسر بيرجع بينتكس النظام مرة تانية فهو كما قلت لك ما مفروض يحرم المفروض ينظم صحيح ونحن ألا ما أعتقد في مجتمع دولة لا نرات عن نفسنا إذا ما تغذينا نعيش ما نعتبر نفسنا كلنا معظم العرب صحيح فبالتالي هذا شيء جدا مهم ولكن يجب أن يكون بقياس ويضا ب خلنا نقول مواد من الدهون تكون هي مناسبة وقليلة جدا إذا أردنا أننا نستمر على هذه الوجبات طيب نحن نستمرين معاك دكتور إن شاء الله بحديثنا ولكن سننطلع مع مشاهدينا في طبعا هذه الفقرة الفقرة الصحية جميعنا نتفق بأن الغذاء الصحي من الأمور التي تقودنا إلى حياة صحية خالية من الأمراض والآن سننتقل معكم لفقرة الطبق الصحي وبعدها نطلع لفاصل فأخلكم معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 حياكم الله مشاهدينا ورجعنا لكم من بعد هذا الفاصل وبالتأكيد مستمرين معكم في أمسيتنا الصحية لهذا اليوم طبعا حديثنا مستمر عن الحياة الصحية مع الدكتورة أيضا هدى مأمون شقفي طبيب عام وأيضا حديثنا اليوم دكتورة معات عن الحياة الرياضية والصحية وبوجبات أيضا صحية نتمناها أيضا للجميع إن شاء الله فعلا هذا ما طبعا نتمناه لجميع بأن يتمتعون بأجسام صحية طيب دكتورة قبل الفاصل كنا نتكلم عن الوجبات الغذائية والصحية وبعض التمارين ولكن هناك أيضا بعض السلوكيات التي يمكن أن نرتكبها بأنفسنا هي تكون خاطئة ومضرة لأجسامنا وصحتنا مثل ما هي السلوكيات التي يمكن أن نتعرض لها يوميا الحقيقة أكثر شيء شائع خطأ شائع من تركبه كلياتنا إنه ما بنفطر الصبح يا سلام الإنسان مثل ما قبل شوية لما نركز على مرحلة أنه ينام أو يوقف عن الشغل ست ساعات وما فوق بدون أكل وشرب فطاقته لما فيه الصبح هي زيرو الصفر هذا هو استعداد لانطلاقة فأنا لما برجع ويطلع من بيتي أو بوصل لدوامي وأنا لا أكل دخلت بالحياة العملية بدأت أشتغل بكامل الطاقة الذهنية والطاقة الجسدية وأنا طاقتي الرئيسية اللي لازم أستعملها هي صفر هي جدا سيئة للجسم واللي بيعملوها على أساس أنه هي نوع من الرجيم هذا أكبر خطأ بالرجيم هذا اللي يعود الجسم على موضوع أنه استهلك اللي لازم كإميرجنسي كحالة طارئة بمعنى مثل تقريبا نفس وضع الصيام لما منصومه بس الصيام سبحانك ربي باعتبار أنه شهر وبيرجع عبارة عن إعادة تدوير خلينا نسمية للجسم ولكن لما بتكون هاي حياتنا أني أنا ما أفتر الصبح وأمشي حيكون الجسم دائما مستعد أنه أول لئمة ستدخل للجسم سيستهلك كلها بأعلى طاقة إنسولين ممكن ترتفع فهذا اللي بيخلي أنه أي شيء سيفوت على الجسم سيتم استهلاكه بسرعك السكريات ويرفع سكر الدم هذا اللي بيؤدي لا سمح الله حدوث مرض السكر المبكر بتلاقي ناس كتير أيام بتلك أنا كل عمري ما بفتر ليش عمدوه خلى لأنه هلأ أنت وصلت لمرحلة خلص استهلك الجسم الطاقة الإضافية للجسم راحك فهي المفروض لما حدنا سبحان الله كتير مهمة هاي موضوع الفطور عند الصبح الناس اللي لسه أسوأ اللي هي ما بتفتر الصبح وتاخد فنجان قهوة على الريء هاي لسه أسوأ أو أسوأ هذه شريحة كبيرة جدا منهم كتير سيئة هاي الموضوع القهوة جدا مهمة للجسم ونحن منقول أنه هي فعلا من المواد اللي هي الأنتي توكسنز وهي بتمنح الشباب وبتمنح سرطانات وبتمنح كتير شغلات القهوة ولكن أخذها على الريء عم تعمل إعادة شحن لطاقة مو موجودة يعني هي تعطيك تعطيك صحيان صح بس هي المفروض تعطيك الصحيان بإضافة سكر من الجسم حتى تعطيك طاقة مع تنبيه ذهني اللي عم صير عنا نفس الشيء عم نعطي تنبيه الذهني و عم نطالع طاقة من السلبية اللي عنا طبعا غير التأثير على المعدة غير التأثير على القولون هذا كلاته أشياء جانبية ممتاز فنرجع من قول هؤلاء الفطور والقهوة عند الصباح هؤلاء الكثير مهمين نفكر فيهم جميل طيب وجبة الفطور دائما ما أكيد ننصح فيها و نقول بأنها مفيدة ولكن دائما أيضا انتقاء الوجبات في الصباح الباكر هو شيء جدا مهم فشو ممكن نستعد بيومنا و أيضا نبدأ هذا اليوم وهذا الصباح بوجبة معينة شو ممكن نحن نأخذ الصبح نحن كان في أمثال قديمة لك فطور ملك يعني خلي فطورك أكل ملوك بمعنى أنه يكون دسم ما فيه مانع يكون فيه تنويع كبيرة ما فيه مشكلة دائما نحن نركز أنه يكون فطورنا المثالي اللي هو فيه كل شي سكريات و شوية دهون ما فيه مشكلة مع البروتين ما فيه مانع يعني إن كان بيض و إن كان لبن و إن كان شريحة من اللحم على الطريقة الأجنبية إن كان السيريز لحم الصغير دكتورة حسن صعبة شوية نحن عندنا كثير صعب ولكن عند الأمريكان هذا عادي يا سلام لأن سبحان الله أنت بتمشي على حسب البلد اللي بينشوف فيها بتلاقي شرق آسي بفطروا عيش والصباح عندهم العيش كثير مهم صحيح برجع أنا بقول لون اللي صعب علي ياكل وجبة فطور الصبح التمر هو أهم فطور يعني الحمد لله نحن عندنا بدول الخليج الحمد لله رب العالمين نعمة التمر هاي أكبر نعمة يا الله خالي إلينا صحيح و اللي بياكل مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبع تمرات عند الصبح هلأ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنها تكفيه من السحر و كذا و السموم و هيك أنا أكد لك أنه أخد الطاقة الكافية لكامل اليوم بدون شك بأنه في أي شي و في حماية للفيتامينات و للأشياء المهمة بالجسم لأن تمرى سبحانك ربي بالرغم من صغرها فيها كل شي بيحتاجه الجسم أو المحفظ للي بيحتاجه الجسم يا سلام يعني إذا ألنا هي ما فيها حديد ولكن فيها كل العناصر بتساعد جسمك إذا أكلت أي شي فيه حديد أثناء نهار أنه يمتصه ممتاز فاللي بيلاقي إليك والصعب علي أفطر الصبح بيطلوع نفسي ما عندي وقت يا أخي اعتمد لي على التمر قبلاني والله أنا هذا من النوعية هذه يا مانتن دكتوري يعني أحس الفطور في الصبح يعني يخليني أرجع أتكاسل مرة أخرى ولأنك لأن شكلك بتفئو بتروح الدوام على طول لأن الواحد المفروض يصحى بكير شوي يعني كمان اللي بفيق من السرير دوب و جهز نفسه و طلع بره يعني هو صحي بالنوم و هو بالموت تبع الشغل فقط الأساس أنك تصحى من النوم ترتح لك شوي تفطر فطورك تقرأ جريدة مثل ما نشوفها بالأفلام و بعدين تطلع على شغلك هذا بالأفلام فعلا دكتوري لكنه حقا طبيا هذا الصح طيب أخي نتكلم على الواقع الواقع نحن نصحى على صوت المنبه و صوت المنبه هذا اللي صحي البيت كله و يقوم الواحد مفزوع بطريقة جنهونية يعني لما نلاحظ بأن حتى طريقة النهوض ممكن تكون خاطئة و ضر الظهر و الجسم و غيرها من الأمور حتى ممكن يسبب صداع في بعض الأحيان النهوض المفاجئ فبالتالي هذه من أحد النقاط أيضا المهمة بأن نحن يجب أن ننهض باسترخاء أن ننهض بمزاج يوم جديد فعلا فبالتالي هذه الأمور التي يجب أن نحرص عليها نحن لما نضبط المنبه نضبط أكثر موسيقى مزعجة أسبب نصحة عليها وبالتالي لا يوجد مانع أن نضبط شيء ثاني هادئ بعدين نضبط المنبه فرضا أني يجب أن نكون بدوامي فرضا الساعة سبعة من بيتي إلى شغلي نصف ساعة حسنا نضبط المنبه ستة و تلت ممتاز يعني دوبني بس غسل وجهي و إلبس هذا غلاط صحيح مفروض أنه دائما كانت قاعدة أنه خلي دوامك هو نصف يومك يعني في الصباح شوف الأهل عدوا شوي على يعني إلي عنده حديقة يطلع شم أكسجيني شوي طبعا نحن نحن شغلات مثالية ما عم ننفذها أنا أولكم ولكن فعلا المفروض والمنطقي أنه يرتاح شوي قبل دوام والواحد يدخل بمود الدنيا أما يدخل بمود الدوام وهذا اللي بيخلي الناس اللي طالع على الطرقات و الزحمات و كذا أنه ما أدراني حتى تسيطر على سوائتها و أعصابها مثلا أغلب الحواث لك لا من الزحمة لا هي مو من الزحمة أنت داخل على الدنيا بمود بمود إسعاف مود دوام و رواء صحيح طيب يعني أيضا الابتعاد من النهوض على كابوس المنبه هو أيضا شيء جدا مهم و أن نستيقظ بمزاجية جيدة لاستكمال حياتنا بشكل صحي أيضا هذا ممكن يأثر علينا النفسية تلعب دور كبير جدا في حياتنا دكتورة فلذلك يجب أن نحرص أيضا على سلامة الصحة النفسية ليكون أيضا عندنا إجسام و أيضا خلنا نقول الصحة تخلينا نمارس حياتنا بشكل طبيعي لذلك أيضا بمسألة الوجبات دكتورة يعني نحن كنا نعرف بالبديهي بأن هناك اليوم ثلاث وجبات الصبح والبهر والمساء اليوم في خمس وجبات في الثلاث وجبات الرئيسية و أيضا وجبتين ما بين الوجبات الرئيسية وبعد فترة أيضا قالوا لا الوجبات الصحيحة التي تكون المفروض في اليوم هي سبع وجبات فبالتالي كل مرة نشوف بأن هناك أعداد مختلفة من الوجبات التي يمكن أي شخص يحرص على تناولها في اليوم للحفاظ على جسمها من الأمراض فكيف ممكن أيضا نعرف العدد الصحيح للوجبات وتواقيتها هي بتعتمد على حسب عملك على حسب الطاقة التي تحتاجها على حسب ساعات التي تحتاجها فيها في البيت و ورات البيت لأننا نكون واقعيين الناس التي دوامها من الثمانة الصبح فرضا للستة المساء لا يمكن أن تأخذ وجبة غدا بالوقت المناسب فهذه فئة تختلف عن الناس التي دوامها للظهر و صار ببيته فترة الظهر فعلا المثالي هو ثلاث وجبات رئيسية زائت تنتين إلى ثلاثة وجبات خفيفة أثناء النهار شو الفكرة منها الوجبات الرئيسية بتعطيك الطاقة التي فعلا لازم تلك لهذا الوقت وتكون مركز فيها على ما تحتاجه من الغذاء كمواد كبروتين كسكريات كدهون كفيتامينات والوجبات الخفيفة هي عبارة عن إعادة تنشيط لأنه لما تضل فترة بدون أكل نرجع من قول أن نسبة الأنسولين بالجسم تصير محفظة لأنه ترتفع فجأة مع أي أكل بدك تاكله فبترفع نسبة السكر فجأة وبتسحبه فدخلك مرحلة جوع أكتر مما يسبب بداية السكر مما يسبب السمنة مما يسبب الدوخة مع الجوع والأكل وكذا فهي هي الأنسب حقا بس الناس اللي دوامها طويل لا لازم يكتر فرضا الوجبات الخفيفة لبما يوصل لبيته وياكل جميل الناس اللي دوامها جدا أصير من إلا لا ما في داعي تأخذ السناكس أنت رايحة الغداء يعني تعتمد من إنسان لإنسان بس الأفضل هو فعلا ثلاث وجبات رئيسية بوجبتين خفيفة وتنويع الأكل مثل ما فطور فطور ملوك تغدى وزير تعشى فقير نحن للأسف قالبينها نحن من تعشى وليمة ومنفطر يا لأي يا لأ فوجبة العشاء المفروض تكون أخف ما يمكن بمعنى أنه حتى لو بدك تأكل شي بده يكون قدر الإمكان خليه أليل الدهون أليافه جيدة وطاقته جيدة ما تكون طاقة عالية وراك نوم تخرب الجسم كل ياته ويكون فيه سوائل جيدة تكفيك لفترة النوم اللي بدك تنامه ممتاز طيب أيضا دكتورة بأتوجه إلى موضوع جدا مهم المياه المياه مثل ما نعرف صنف من أفضل العشر أطباء في العالم طبيعيا فلذلك حرصنا على شرب المياه بكميات أيضا معتدلة في يومنا هي من الأمور المهمة جدا فلذلك كيف ممكن نحن أيضا نعرف الكمية الصحيحة اللي يحتاجها الجسم من المياه لأيضا التخلص من السموم التخلص من الأمراض لبتأكيد معرفتنا بأن المياه تساعد وبشكل كبير من التخلص من هذه السموم الحقيقة المياه هي رقم واحد بالغذاء جميل المياه تساوي الحياة مستحيل لا يوجد أي خلية الله خلقها إلا داخلها مي وجعلنا من الماء كل شيء حي أي شيء داخله حياة هو في مي صحيح معناها إذا أدرنا هذا الموضوع سنحتمى كثير بهذا الموضوع فعلا قبل الأكل والشرب بدأت تكون قبل الأكل والأشياء الثانية العصاير والأشياء الثانية هي المي بلا مي ما في حياة صحيح تقريبا نسبيا صارنا نقيس كمية المية على حسب رقم واحد حجم الجسم يعني إنسان البالغ يحتاج يوميا من 2 إلى 3 لتر يوميا بس يشربه بعد ساعة ساعة ونص يفوت على الحمام ويطالعوا كلايات صحيح ولكن هي نفسها هي الكمية يريد أن يوزعها كل النهار تكون قدامي المي بين كل ربع ساعة كل نص ساعة اشرب شوي هذا اللي بيعمل الامتصاص الخفيف الخفيف للجسم اللي هو بفوت لكل الخلايا بيغسل ما فيها من السموم وبيطلعها صحيح وبيمتص بطريقة ومعظم الفيتامينات وبيدخلها للخلايا عندك نسبة من الفيتامينات لا تدخل الجسم أد ما أكلته وأد ما شربته إلا بوجود الماء صحيح فبعدم وجود الماء كل الأيد تبع الجسم ما يشتغل صح وهناك رجيم يسمى برجيم الماء طبعا طبعا يعني ينصح فيه لأشخاص معينة تحت إشراف جدا يعني دقيق يا سلام خلينا نتوجه لنقطة جدا مهمة دكتور يعني أتكلم بلسان البعض من الأشخاص اللي ذكروا أيضا نقاط يمكن هي تكون واقعية نوعا ما يقول لك نحن نشوف بأن أغلب الأشخاص الرياضيين اللي عرفناهم وأيضا توجه بجوائز عالمية انتهى بهم المطاف بأمراض خطيرة جدا فهذا يقول لك دليل على بأن الرياضة هي غير آمنة وغير ممكن تكون يعني كافية لإعطائنا الجسد السليم وأيضا وقايتنا من الأمراض أنا أقول شو ما عملنا بالدنيا عنا قاعدة أقول لا يقي حذر من قدر الإنسان لما يقدر له يصير عنده مرض معين ايه يريد أن يصير صحيح مثلا بتقول التدخين رقم واحد سرطان رئة طب في عالم يصير مع سرطان رئة بدونه لا يقي حذر من قدر صحيح ولكن الحذر اللي عم نعمله بإذن الله كفيل بأنه يعملنا الأغلبية حياة صحية خالية من الأمراض أو إذا إجا المرض بيجي أقل من غيره وحصل لأن المناعة بتقوى جميل الرياضيين أوكي ما شاء الله عنهم وشيء رائع ولكن مهن المثال لألنا نحن ما بدنا نكون رياضي أنا بدي أكون صحيح لأنه كثير أيام حتى من الرياضيين بيحتاجوا يعملوا شغلات بترهق الجسم يلي بتحرق طاقتهم قبل ما تبنيها صحيح ولكن لا أنا ما بدي أكون رياضي أنا بدي أكون جسمي سليم يعني يومين بالأسبوع لموارسة الرياضة هم كافيين كافيين إذا التزم إذا التزم فيه هنا ممتاز طيب كم المدة تقريبا أخيرا نحن نقول ما بين نصف على ثلاثة أرباع الساعة مرتين بالأسبوع تعتبر كافية إلا إذا الإنسان فعلا كان عنده شغلات بحاجة لرياضة أكتر بمعنى أنه شغله مكتبي طول اليوم ما في حركة أبدا صحيح ناس بيحتاج لتحرق أجهدهون أكتر ناس عنده طاقة أزياد في ناس عند طبيعة جسمها عنده طاقة أزياد لازم تحرقها ممتاز أمانت أنا مستمتع بالحديث معك معلومات كثيرة استفدنا منها منك طبعا دكتورة هدى مأمون شقفي طبيب عام نشكرت على حضورت اليوم معنا في ميزانة صحة وإن شاءنا نشوفك في حلقات قادمة شكرا لألكم يعطيكم ألف عافية ما قصرت إذن مشاهدينا ننتقل الآن لفقرة طبعا محبي الحيوانات الأليفة ونتعرف اليوم على موضوع عديد فيما يخص العناية بالحيوانات وبعدها طبعا بيفصلنا عنكم فاصل قصير ونتابع بعدها معاكم مشوارنا المتبقي فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم بنكمل كلامنا عن طيور الزينة واللي اعتنق بها هنتكلم النهاردة عن نوع محبوب جدا لناس كتير بتحب تربيه وهو البغبغان الأفريكي أو المعروف باسم الكاسكو أولا لونه جميل جدا لون الجري بتاعه أو الرصاصي بتاعه بيكون حلو قوي بيكون ساعات في بعض الأحيان داخل معاه ريش لونه أحمر فبيبقى مديله شكل جمالي جميل الناس بتحب تربيه ليه لأنه هو الطير ده من أنواع الطيور اللي بتتميز بالذكاء الشديد جدا بتاعه وطبعا بتتعلم الكلام وبسرعة فالناس بتحب تربيه طيب أنا بعتني بالكاسكو أن أنا باهتم جدا بالنظافة بتاعته لأنه هو الطيور عمتا طيور الزين عمتا بتحب نظافة جسمها جدا لو أنا أهملت في النظافة وخصوصا مع طير الكاسكو بيبدأ أنه هو ينتف في الريش بتاعه ويقطعه بيدي منظر غير لائك ليه خالص وبيبقى منظره مش جميل جدا فهبطل أن أنا أهتم بالنظافة بتاعته وبالشاور بتاعه أنه هو ياخده مرتين على أقل في الشهر كمان عشان أخليه تعود علي بسرعة بقدر أستخدم الهوى بخاخ المية ده كل فترة بأن أنا برش جسمه بالمية هو بيبقى مبسوط جدا بالحركة دي وبيتديله ثقة في نفسه وبالتالي بتحفظ عليه أطول فترة ممكنة نظيف طيب كمان بالنسبة للأفس اللي هيكون قاعد فيه الكاسكو لازم يكون ملزيف جدا بنظفه كل يوم فيه حاجات معينة بهتم سبري معينة مخصصة للنظافة بتاعت القفص دي لازم بجيبها وبنظف بيها القفص بتاعته كل يوم طيب لو أنا عايز أعلم الكاسكو ده الكلام إن هو يتكلم معي هو طبعا من أهم المميزاته إن هو زاكي جدا وبيتعلم بسرعة وبيلقط كمان الكلام بسرعة بس لازم عشان أبدأ أعلمه الكلام لازم إن أنا في الأول أتكلم معاه بالراحة وبصوت إلى حد ما مسموع ما يكونش عالي قوي ولا واطي قوي وإن أنا أبدأ بكلام صغير أو بسيط يعني أبدأ بكلمة واحدة أو كلمتين ولو أنا حابب مثلا يبقى فيه موقف معين بترموز له كلمة معينة حيبقى أسر في إن الكاسكو يتعلم يعني مثلا لو أنا عايز أشرب وبيجي قبل ما ببدأ أشرب بقول باسم الله فبيجي قدام الكاسكو وأنا جاي أشرب قبل ما أشرب بقول باسم الله هلاقي الكاسكو مرة بعد مرة بدأ هو كمان قبل ما يشرب بيقول باسم الله ساعات لما يجي مثلا يلاقيني مسك الكوباية وأنا اللي جاي أشرب هو اللي يسبقني ويقول باسم الله وهكذا مواقف كثير وبالراحة وكلمة كلمة هتبصت لقيه تعلم يتكلم ويردد الكلام معي الكاسكو ممكن يعيش عمره طويل جدا بس أهم حاجة أن أنا أكون مهتمة بنظافته مهتمة بصحيته مهتمة بالتطعيمات بتاعته ومهتمة بأن أنا طول الوقت أأصوله المنقار بتاعه أو أخليه شكله مهزم والنيلز بتاعته أو الدوافر بتاعته ما تكونش طويلة قوي وأهم حاجة زي ما قلنا أن إحنا نهتم بالنظافة بتاعته وبصحيته عمد واتكلمنا معيكم في كل حاجة تخص الكشف وإن شاء الله نكمل كلامنا في حلقة جاءة يوم مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء ومسيتنا الطبية لهذا اليوم بتأكيد مستمرة ووصلنا معاكم للفقرة اللي من خلالها نتعرف على الطرق الصحيحة لإسعاف المصابين من حولنا في فقرة الإسعافات الأولية اليوم بنتناول موضوع الإسعاف القلبي مع الأستاذ هشام جميل أبو علول مدرب إسعافات أولية وإنعاش قلبي ورئوية طبعا سادة هشام المسيك بالخير الله نسيك النور الله يحفظك يا مرحب الساعة الله يسلمك اليوم الإنعاش القلبي أو الإسعاف القلبي يعني هذا هو التب أو الرأس الهرم للإسعافات الأولية طيب قبل أن نطرق سادة هشام معاك إلى كيفية الإنعاش أو الإسعاف القلبي ما هي طبعا الأمور اللي ممكن تسبب النوبة القلبية لأي شخص تماما بسم الله الرحمن الرحيم أخي عمر النوبة القلبية هي عبارة مثلا عن خثرة دموية تكون في القلب وتأدي إلى مثلا إلى وقوف القلب عن أداء مهامه الأسباب يمكن يكون مثلا وقف التنفس في حارة الاختناق إذا طفل صغير أو إنسان بالغ يختنق القلب أكيد خلاص بيوقف لأنه لا يوجد أكسوجين يوصل للقلب ولا الدم ولا الدماغ جميل لدينا بعد السكتات السكتات التي نفس ما تكلمت أنا بالبداية هي عبارة عن الجلطات الموجودة هذا أهم سببين لوقوف القلب ممتاز إذا نقول إنعاش قلبي رأوي لازم نحرك أو شغلنا بيكون على الرئة وبيكون على القلب ممتاز لذلك طيب يعني إنعاش القلب أو إسعاف القلب أيضا لبعض الأمور الدقيقة جدا لإسعاف هذا المصاب صحيح أول خطوة لإسعاف هذا المصاب بالنوب القلبية تمام أول شيء عشان نميز الآن لأن الإسعاف هذا يروح على أعمار عندي يا البالغ الإنسان البالغ أو الطفل الذي هو من سنة إلى ثمان سنوات أو الرضيع كل واحد له إسعاف معين بالنسبة للإنعاش القلب الرأوي ويختلف يختلف بعدد الضربات مثلا أو عدد الضغطات يختلف بكمية أو فينا نقول النزول إلى الداخل كم سنتيمتر تمام وكيف الوضعيات تكون نحن نبتدي من أي فئة عمرية نبتدي من الأدلت الكبار وبعدد نروح من الصغار للأصغار ممتاز الآن بالنسبة لإنعاش القلب الرأوي نفس ما قلنا هو هرم الأسعاف الأولي صحيح ونعرف معظم الأسعافات الأولية أو الأسعافات الخطيرة تؤدي للوفا ولكن هذا إذا أنا ما قمت بالإجراء السريع يعني خلاص فيه توقف للقلب وفيه توقف للرئتين وعدم وصول دم محمل بكمية كافية للدماغ صحيح اللي أنا أسويه كمسعف مثلا أو كرب أسرة مثلا وأنا عارف بهالأسعافات الأولية أخي عمر عشان أنا أشرح الميكانزم أو شو اللي نسويه عشان يكون شيء مفهوم صحيح إذا أنا بضغط على الصدر بهذا المكان يعني أنا بضغط على القلب تمام ونفس الوقت أنا أعطي النفس أو الهواء هذا اللي بسويه أنا كله عشان يوصل الدم المحمل بالكسجين إلى هذا الدماغ إذا ما وصل خلال مثلا في نقول من ثمان إلى عشر دقائق حيصير أرد في تلف في هذا الدماغ وحيصير مثلا خلاص أنه هذا المريض يعني الحد عشان يتوفى لا سمح الله يكون عشر دقائق الله يبعد الشرط طبعا أنا وعلى المشاهدين طيب شو ممكن أول خطوة نتخذها مع هذا المصاب بأنه بالقلبية تمام إذا أنا في موقع حادث أو أي مكان أول شيء لازم أسويه عدم تجمهر الناس تمام أنا كمسعف مثلا اللي بسويه يعني أخلي المريض في مكان آمن في سيفتي فيرست هذا اللي نسميه هذا واحد ثاني شيء عدم تجمهر الناس فوق هذا المريض لأنه أنا خلاص بشتغل ببدأ شغلي أو بيكون أنا ومسعف ثاني الآن هذا الموضوع أو الإسعافة الأولي يختلف في مسعف أو مسعفين الآن إذا أنا مسعف مثلا من روحي أول شيء نفس ما قلنا المكان آمن لا أكون في الشارع ولا أكون تحت شيء بطيه علي مثلا أو كذا هذا واحد ثاني شيء أبقى أشوف هذا المريض مغم عليه يعني فاقد للوعي أو لا واعي لأنه يختلف بعد الموضوع اللي أنا أسوي عادة إحنا نتكلم عن كبير تمام هذا تقريبا هذه الدمية تقريبا عمرها بالخمس سنوات نقول مثلا أو الأصغر شوية يعني الفئة الثانية الفئة العمرية الثانية جميل ولكن على الأكبار والصغار تمام في أشياء بسيطة تشبه بعضها وفي أشياء تختلف تختلف الآن على الأكبار اللي بسوي يا أخي عمر أول شيء أحاول استفاقة هذا المريض يعني هو واعي ولا ما واعي يمكن مسكر عيونه في تعب صحيح أو يمكن غايف على الوعي اللي بسوي مثلا إذا أنا في الشارع ما عارف اسمه وأنا مسعف مستر مستر أو استاذ استاذ لو سمحت أو أهزب هاي الطريقة أبا واعي يمكن يفتاع عينه خلاص واعي المريض صحيح لأش بسوي إسعافات أولي أو نعاش صحيح ولكن إذا ما واعي أول شيء أسوي لو سمحت أحد يطلب الإسعاف يطلب الإسعاف أو طلب النجدة أو أي حد يسعفني أو مثلا يساعدني بهذا الإسعاف يعني أول خطوة أن نحن نحاول استفاقته نطلب المساعدة من الإسعاف صحيح هذا واحد أنا اللي بسوي الآن كل اللي بسوي خلال فترة وصول الإسعاف لأن أنا بتم أشتغل هذا المريض لين توصل للإسعاف ممتاز خلاص أول خطوة قلنا نبعد الناس نحاول استفاقات هذا المريض إذا ما استفاق هذا المريض يعني خلاص صار في غيبوب مثلا نقول أو أنه خلاص مغمع عليه نطلب المساعدة جميل أنا أبقى أشوف في وكف التنفس في وكف القلب أو لا يعني هاي الجهازين وكفين أو لا اللي أنا سوي عادة بهذه الإيد نحطها على الجبهة والإيد الثانية أو الصبع الكبير أو الصبعين هنا نحطهم بهذه الطريقة على الخد أو على الذقن نرفع الراس نفس ما قلنا حلقات ماضية إلى الوراء عشان نفتح مجرى التنفس بهذه الطريقة وهذه اليدين تمام حطيناها كذا وحطيتها الصبع بهذه الطريقة على الذقن عشان أفتح الفم أول شيء أنا أبقى أشوف فيه شيء عالي أقول لا تمام أنا ما شايف شيء اللي أسوي ثاني شيء أرد بحط الأذن على الفم والأنف أبقى أشوف فيه شيء أخدي أو الأذن عندي فيه هواء يطلع أو لا فيه تنفس أم لا أو فيه تنفس أم لا نفس الوقت اللي أنا أسوي كذا لازم أعد لعشر ثواني وليس أكثر يعني حاطت كذا أنا واحد اثنين ثلاثة أربعة لين عشرة ونفس الوقت أطالع عن الصدر يرتفع وينخفض أو لا بهذه الطريقة أنا ما شايف فيه تنفس عندي إذا نقول إصعف قلبي راوي ما شايف تنفس الشيء الثاني اللي أنا بروحه بروحه على الكروتد أو النبض الموجود في الرقبة في هاي الطريقة في هاي المكان عند الرقبة وضغط هنا عند الرقبة أشوف فيه نبضه أو لا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما عندي نبضنا خلاص أريد طالبنا الإسعاف أو طالب المساعدة أبدأ بالإنعاش القلبي الرأوي الإنعاش القلبي الرأوي اللي نتكلم عنه شيء بسيط جدا يمكن شريحة كبيرة من الناس اللي مثلا نشوفوا الحلقات أو شريحة مثلا سامعينها الموضوع أو قارين عنه أو عارفين كيف الإنعاش قلبي الرأوي حتى إذا ما تدرب يرون يسوي هذا الشيء لا يمكن يطبقه بشكل جدا سهل اللي أنا أسوي نحط الإيد مثلا إذا كان كبير إذا الشخص كبير البالغ نحط الإيد بهاي الطريقة هذا المكان كف الإيد هنا والثاني فوقه ولكن المكان إذا حد يسأل وين المكان يكون في الصدر ولكن هناك شيء مهم أخي عمر أكيد المصاب سيكون على الأرض وأنا سأكون يالس عند هذا المصاب وسأكون يالس على ركبتين جميل ولازم أكون أنا فوق المصاب يعني لازم يكون وزنك على المصاب هذا هو الوزن كله وزن كل الشولدر أو وزن كل الكتف على هذا المصاب تخيل في وزن وايد يعني عشان ننزل العمق اللي بنزل بالنسبة للأدلت يكون 5 سنتيمتر ما أكثر من 6 سنتيمتر أبدا 5 سنتيمتر كيف ممكن نحسب بنزل بنزلة طبيعية مثلا اللي مفروض نحن نسويه حطينا إيدنا كده عرفنا المكان واحد تمام وحطينا الإيد أو الإيتين بهذه الطريقة لازم الإيتين أو الكتف يكون بطريقة مستقيمة ما أرهم يعني أطوي الإيد أو شيء بطريقة مستقيمة ونازل أنا بكل قوتلة تحت 5 سنتيمتر أنا ما بحسبهم أكيد ما أعرف أنا 5 أو 4 ولكن ما أدوس بقوة تؤدي إلى الكسر صحيح ولكن أنا أنزل بطريقة أنه حاسس أنه أوكي واصل القلب أو حاسس أنه الصدر ينزل ممتاز أنا بهذه الطريقة أخي عمر اللي أسويها أنه يحرك القلب القلب منكمش مثلا اللي أسويه أضغط على القلب يفتح يرد الروح يبند يفتح يرد يبند هذا الدم الموجود في الجسم القلب يضخ الحين ويضخ هذا الدم وين إلى الدماغ صحيح نقصني شيء ثاني هذا الدم يكون محمل بالأكسجين اللي أنا سوي تمام نضغط ثلاثين ضغطة مفروض في منتصف الصدر بين الحلمتين ونفس ما قلنا لازم الشولدر وكل القوة تكون مثلا لخمسة سنتيمتر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يكون العد منتظم تمام يعني أنا اللي بسوي لمدة دقيقتين أو لمدة دقيقة ميت ضغطة ممتاز دقيقتين ميت ضغطة بس أنا شو بسوي واحد اثنين بعد لين ثلاثين بهذه الطريقة واحد اثنين صحيح اللي عرف ثلاثين ضغطة نعم أنا أضغط لثلاثين ولكن أنا أعد مثلا المكسموم لدقيقتين ميتين ضغطة ممتاز ثلاثين ضغطة ورد أعطي أكسجين أو نفسي عادة إذا مسعف مثلا أو في صندوق سعفات أولية يكون فيه الماسك العادي صحيح بالنسبة بس لضغط سيد هشام أنا شفت عند بعض المسعفين مثل الجهاز جهاز هذا الجهاز يديد صراحة اللي يضغط هذا يكون بسيارات الإسعاف صحيح عشان مثلا المسعف يقوم بأشياء ثانية مثلا الوريد نفتح وريد أو شيء أو المغذي يكون هذا الجهاز مثلا يكون راقد هذا المريض على السرير أو هذا الذي نسمي الحامل حامل المريض يكون جهاز من فوق يضغط واحد اثنين نفس العد الذي يسوي المسعف يعطي أكسوجين كل ثلاثين ضغطة تمام الذي نسوي نفس شغل الجهاز بالضبط ثلاثين ضغطة من رد نعطي نفسين ولكن كيف نعطي النفسين نحن من رد نتكلم القناع القناع الآن هناك صناديق سعفات أولية فيها القناع فيها صناديق فيها مثلا كورقة نفس القناع بالضبط ولا شيء ما يطلع نفس المريض لنفس المسعف صحيح تمام نضع القناع بهذه الطريقة ممتاز أغطي الأنف والدقن والفم تمام وردها بهذه الطريقة المهم عند الوجه من فوق يجب أن يرجع الراس إلى وراء لفتح مجرى التنفس وهذا الصبع نفس الشيء كأنه حطيته على الدقن ولكن على مكان الماسك وأنفخ نفختين وأشوف الصدر يرتفع أو لا مفروض يستطدر كل ما أنفخ يرتفع كم مرة كل ثلاثين ضغطة نعطي نفسين ثلاثين ضغطة نفسين نمشي يا أخي عمر لمدة خمس دورات خمس دورات يعني ثلاثين ضغطة ونفسين خمس مرات ممتاز بعد هذه الخمس ثلاثين تمام مفروض توصل الإسعاف ما وصلت الإسعاف أنا اللي بسوي برد مرة ثانية بحاول استفاقته مستر أستاذ كذا ما فاق رد أعيد الموضوع من أول وديد إلى ما توصل الإسعاف يمكن أنا أتعب يكون في مسعف ثاني أو شخ ثاني شاف ما يسوى أو عنده معلومات بهذا الشيء يصير مثلا يعطي نفسين أنا أعطي هنا شو يصير خمس طعش يختلف الموضوع طيب أيضا نقطة جدا المهمة يعني أكثر النوبات القلبية تكون عند الحوادث يعني الاستدام طبعا قوة كبيرة في الأرض أو في أي جسم صلب بالتأكيد يسبب لنوبة قلبية أو توقف القلب ولكن مع وجود هذا الحادث طبعا الله يكافي نشير و يكافي مشاهدين أيضا يكون هناك بعض الجروح على الصدر على البطن أو غيره فهل ممكن أن ننمارس هذه الضغطات حتى لو كانت هناك جروح أو ممكن في سلوكات أو خطوات ثانية ممكن أن نستبدلها أخي عمر الذي يصير لا سمح الله في الحوادث تمام غالبا الذي يصير مثلا في الاستدامة القوية أو الجروح المريض لا سمح الله يتوفى من النزيف نزيف داخلي أو نزيف خارجي أو نزيف غزير تمام ولكن لا يكون عندنا توقف في القلب إذا لم يكن عندي جرح أو شيء إذا الجرح مفتوح وهو جرح مثلا شرياني أو وريدي والدم وايد الذي ينزل من هذا المريض سيتوقف القلب لأنه لا لدينا القلب يعمل بسرعة و يسكر هذا الجرح مثلا أو يعطي هذه الكمية التي يفقدها الجسم ولكن هو غير قادر يؤدي إلى الوفاة من توقف القلب هذه طيب في حالة حدوث جروح يجب أن ننتظر الأسعاف إلى أن تصل صحيح وعدم ممارسة أي أسعاف أولي مع هذا المصاب ولكن في حالة الجروح لابد أن أوقف النزيف هذا أهم شيء ممتاز ولكن لا أعمل على أنعاش القلب ولكن أوقف النزيف فقط صحيح ممتاز أيضا أستاذ هشام من بعض الأمور التي سنرى بعض المسعفين يمارسوها مع الأطفال هناك حذر كبير جدا مع الأطفال في أنعاش الأطفال إذا أصيبوا بهذه النوبة القلبية صحيح كيف أيضا نعرف الطريقة الصحيحة تمام أخي عمر أكثر شيء الأطفال الذي يوقف القلب أو التنفس الذي هو الاختناق تمام إذا صار نفس ما بداية الحلقة فيه اختناق يؤدي إلى توقف التنفس يؤدي إلى توقف القلب هذا عادة في الأطفال أنا بتتكلم الآن على الأطفال من سنة إلى ثمان سنوات ورد بكمل على الرضع الشيء الذي يختلف بالنسبة للأطفال من سنة إلى ثمان سنوات مثلا كأنه هذه الدمية نقول خمس ست سنوات تمام اللي نسوي اللي اختلف شي بسيط جدا اللي هو طريقة يعني الضغط على الصدر الطريقة حتكون بيد وحدة يعني هاي الدمية صغيرة تمام حيكون ضغط مثلا باليد اليمين أو اليسار بهاي الطريقة بيد واحدة فقط بيد واحدة لأنه قردي الصدر صغير تمام وأنا ما بنزل نفس النزول اللي بنزله بالأدلت تمام ثلاثين ضغطة ونفسين نفس الشيء ولكن إذا بروع على الرضع تمام حيكون بعد لا سمح الله سببه الاختناق تمام اللي نسوي بالصبعين تعرف الرضع جسم صغير والصدر صغير والقلب صغير اللي يسوي بالصبعين ونفس الخطوات اللي يسويها بالضر ونفس المكان نفس المكان ولكن ضغط بصبعين بهذه الطريقة ولكن لازم أكون أنا فوق المريض والقوة تكون فوق المريض تمام واحد اثنين ثلاثة لا الثلاثين ورد أعطي نفسين ولكن التنفس بالنسبة لهذا الرضيع الرأى صغيرة غير ما ما بعطي كمية كبيرة لا بطريقة بسيطة وسهلة ممتاز حسنا هذه القناع للأطفال والرضع هذه القناع القناع صغير للأطفال أو الويه الصغير للأطفال والرضع أو يستعمل بعد نفس شيء لأطفال غير الرضع أظن إذا حطناه هنا بغطيه أهم شيء يغطي الفم والأنف هذا أهم شيء يمكننا استعماله للأطفال و يمكننا استعماله للردع و نفس الشيء سيكون نفختين نفختين و لكن بكمية أقل أكيد الرأس صغيرة لازم نعطيهم أكسوجين بالكمية أحسن يعني ممكن القوكتك تنفخ في حل جيلة الكبير ممكن مشكلة أعطيه صح طيب هذه أيضا الأمور المهمة جدا بأننا نتعلمها و نأخذ أيضا المهارة بكيفية نعاش القلب لدى المصابين يعني في بعض الأحياني صادفنا سيد هشام بعض الحالات في الشارع أنت أنا أسألك هل صار لك موقف صادفك في الشارع و شفت نفسك جاهز بأنك أنت تساعد هذا المصاب صراحة إن عاش قلب رأوي الحمد لله نقول لا الآن ما صار بس يعني لأنه أنا عندي شنطة صعفات أولية في السيارة مجهزة صراحة مجهزة بكل الأجهزة يا سلام البلس أكسوميتر و الأجهزة الماسكات و كذا تمام لاسقات و جروح و كذا و الجبائر يعني سبحان الله لأنه شوي المكان اللي ساكن فيه بعيد أشوف حوادث في الطريق تمام بوقت الحوادث أكون أنا واصل مثلا تمام أنه أول واحد واصل أو كذا و أقوم بالإسعاف الأول أكثر شيء اللي كان واجهني كان جروح جروح غزيرة و جروح حميقة تمام نوقف هذا الجرح و نيلس هذا الشخص نهديه أنه أنا مسعف مثلا و إن شاء الله و طلبنا الإسعاف و كذا و توصل الإسعاف بعد فترة و يكون المريض خلاص رتاحه و قمنا بالإسعاف الأول الصحيح أنقذنا حياة المصاب تلك الإسعاف تردد تشوف الفايتل ساين مثلا العلامات الحياتية و تشغل و تسويله فحوصات في المستشفى ممتاز طيب يعني ساتي شام أخر نقطة بأخذها معاك و هي أيضا جدا مهمة في بعض المصابين ممكن يعاني من أمراض في القلب ممكن يعاني من أمراض في الرئة و غيرها من الأمور هل ممكن نحن نأخذ بالحسبان في إنعاش القلب هذه الأمراض والله صراحة إذا قلنا أمراض القلب يعني أمراض القلب عبارة ارتفاع الضغط و انخفاض الضغط مثلا أو الوزمة الرأوية أو الوزمة الموجودة في القلب أو الخطرات القلبية و هذا اللي نحن نسويه بعد نفس الشيء يساعد هذا الشيء يعني مثلا إذا كان فيه جلطة أو توقف القلب هذا اللي نحن نسويه هو العلاج الصحيح أو الإسعاف الصحيح لهذا الشيء ولكن إذا كان عنده مشكلة في الرئة أو مشكلة في القلب لا يأثر أبدا إذا أنا سويت إسعافه لي بالعكس أخي عمر نفس ما قلنا المريض هذا يعني لا سمح الله إذا توفى الوقت الذي يحتاجه من 8 إلى 10 دقائق إذا أنا قمت بمساج القلب مثلا وهذا الدم مصل للراس حمية هذا الراس أو حمية الدماغ من التلف أنه كل ثانية يتلف الدماغ لأنه ما واصله دم بالأكسجين إذا أنا كمسعف أو أنا كشخص عادي وعارف يعني متدرب جمعية من المناسبة جمعية القلب الأمريكية توصي تمام إذا في شخص طايف و أنا يعني مب متدرب تمام و أنا عارف بهذا الشيء أرغم أسوي ضغط الضغط على الصدر وإذا ضغطت على هذا الصدر يعني أنقذت حياة المصاب بنسبة معينة إلى وصول الطاقة من الإسعافي لأنه إذا لا توصل الإسعافي بالها شوية وقت طيب بما أننا نتكلم في بداية الحلقة مع الدكتورة هدى عن الرياضة والحياة الصحية أيضا في بعض الأحيان يتفاجأ بأن بعض الرياضيين أثناء ممارستهم للرياضة يصابون بنوبة قلبية تمام شو السبب؟ الآن نقول رياضيين و نوبة يمكن الناس يقولوا إذا هذا رياضي و صابت نوبة ما يخص الموضوع الخطرات الدموية الموجودة في الجسم هي عبارة عن الدهون يمكن يكون الدهون هذه عبارة عن تجلطات تجلطات الدم يمكن فيه دوء معين يأخذه هذا الرياضي يمكن فيه مثلا أسلوب معين في حياته تمام يمارس هذا الرياضي كون خطرات أخي عمر إذا قلنا خطرات أو قلنا ضغط أو قلنا سكري ما يأثر أن هذا المريض صابه الحين أو هو يسوي شيء يمكن أمراض القلب أو معظم أمراض القلب مثلا فيها نقول وراثية صحيح بطريقة صحيحة و إذا نبدأ نشرح بالموضوع بشكل مبسط القلب عبارة عن جسم و هذا الجسم يحتاج إلى غذاء صحيح نفس الجسم كامل جسم الإنسان يحتاج إلى غذاء إذا هذه الخطرة الدموية سكرت مجرى من مجاري الدم لتغذي هذا القلب يؤدي إلى تلف القلب صحيح وقت هذه العضلة أو القلب لا يشتغل شغله صحيح بلا شك أمانة الحديث ممتع و أكيد استفدنا منك اليوم الكثير بما يخص لنعاش القلبي أو الإسعاف القلبي في ذلك أستاذ هشام جميلة نشكر كل الشكر على الحضور في اليوم و أيضا إثرائك لموضوعنا لهذا اليوم بالإسعاف القلبي كل الشكر لك الله يحفظك تسلامه ما قصر إذن مشاهدينا إلى هنا نصل لختام حلقتنا لهذا اليوم طبعا إن شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة و الله يبعد عنكم الأمراض و نتمنى لكم أيضا نهاية يوم سعيدة و أدمتم بأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة